نتوقف لحظات لتكريم الفائزين في مسابقة البولكة العنبية من تنظيم إذاعة عنبا لأشرف وأشكر السيدة مديرة إذاعة عنبا السيدة سعاد ماجري التي أبت إلى أن يكون إعلان عن هذه المسابقة في حصتي في صهرات يوم الخميس صهرات رمضان أين أعلننا على المسابقة وكان فيه عدد كبير من المشاركين الذين جاءوا من مختلف بلديات عنبا هذه العائلات التي جاءت في ليلة يوم الخميس الماضي محملة بكل واحدة جيبة بركة معها في أجواء حاملية في أجواء عائلية لا تهمهم الجائزة بقدر ما تهمهم المشاركة أكيد أكيد زميلي رشيد طبعا داقوا هما البوراق لكن احنا نستنشق بركة راحة سيدة أمال زرقا وينذكر بلجنة التحقيم حتى نطيع حقها أكيد بكيادة الميسترو الصديق العزيز عبد الكريم بطبا تمنينا يكوني حاضر وأيضا السيدة كوادرية فوزية السيدة كوادرية فوزية والسيدة رحمة لأشرفوا على تقييم أحسن بوراكة الأمر لما يكون سهل ما كان سهل باش تختاروا أحسن بوراكة لأن كلها البوراكة رجا كامل نذيذ بالله يبارك ما شاء الله بنين بنين خير بالطريقة البنين بنين ولذيذ أكيد وأصفرت أن تأج عن فوزة البوراكة قالوا لي صغيرة في العمار الصغيرون بوجنانا نور الإيمان من ود العنب تتفضل ود ود زياد ود زياد بوجنان نور الإيمان تحضر معنا لتسليمها فقط تقول الهدية هي مقدمة من طرف فيفا مول ومحبوبة عشرون ألف دينار بوجنان نور الإيمان من ود زياد تتفضل أكفة مبروك مرحبا بيك كذلك الفائز التائني هو جاسم سوفيانة من الشبية هنيئا له يتفضل نعم هو غير ممكن أننا نتحدث على البوراكة أو مسابقة البوراكة العنابي لنظمتها إذاعة عنّابة دون أن ندعو سيدة المديرة سيدة سعاد ماثري ما تكلمنا على هذه المسابقة التي أشرفت عليها هي شخصياً وحتى الإعلان كانت حاضرة في حصة حصة ليقدمها سهرات رمضان وهي اللي أشرفت أيضاً على هذه المسابقة نتكلمنا على سير المسابقة شكراً لكم شكراً رشيد شكراً لكم الأحبة لكيران شكراً لأمان أنا قلت لزميلتنا أمان وزميلنا رشيد ورادية قلت لهم أننا حابة نحكي في الموضوع هذا بداية لأنه كان المفروض هذا لمزدقية الإداعة لمزدقية إداعة عنّابة لأنه كان من المفروض أنه تكون جائزة واحدة وجائزة في اللباس التقليدي تعذر الأمر نظراً لأنه اللباس التقليدي لابد له من وقت لذلك ارتأينا أن تقول الجائزة الثانية بعد التشاور للجائزة الثاني الثاني لذلك حتى تكون مزدقية والمستمعين اللي يتبعوا فينا لا يقولوش مفروض أن جائزة واحدة فآلت الجائزة الثانية بالجاسم بالجاسم لما تصدنا به فرح فرح شديد هو مضم الرجل الوحيد اللي شارك منها راداك إذاً بس في قال جاسم فآآ جاسم من آآ شبية من الشبية وهي من الواد زياد يعني راحضوا جاءوا مباشرةً بعد الفتور جابوا البورات انتاحهم للإداعة كنا حاضرين وربما في فيديوهات إداعة عنّابة الآن نراكم تشاهدوا ستريمين اللي يتبع إداعة عنّابة في الأباش فيسبوك يشوف ستريمين ونشكل كل زمنائي وكل طاقة إداعة عنّابة تشاهدوا من الكل كلهم باسمه كل زملائنا المنشطين والصحفيين اللي وقفوا كأنها حصتهم وكأنها المصابقة تاحهم فجاءوا زملاء وجاءوا المتسابقين وقالت الجائزة لتنير أتلجوا صدري أتلجا صدري الجائزة فشكراً كثيراً هذه حبيت نتدخل بش نوضح لمصداقية الإداعة مرة أخرى الجائزة الأولى كان مفروض جائزة أولى إلا أنها آنت جائزة تانية للتعذر المسابقة إن شاء الله مستقبل تكون مسابقات اللي بس تقليدي ونعطيها حقها يا رب فقط داوش حبيت نقول مرة أخرى شكراً وشكراً محبوبة الشركاء الدائمين في إداعة عنابة في شهر رمضان الكريم ويتقدموا مشكورين لتقديم الجائزة لنور الإيمان ألف مبروك وهي إحدى كتاكيت براع من الأمان نبي الأطفال شكراً أشكراً شكراً 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 هناك لي جيزة عمال محبوبة شكراً شكراً بالفضل لتقديم الجائزة هي عشرون ألف دينار شكراً أهلاً وسهلاً نحبوبة في كل دار في كل دار مطلبة شكراً 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 ألف مبروك ألف مبروك نور الإيمان بوجنان من واد زيادة ألف ألف مبروك كلمة تقولها نشكركم على هذا الرجال إذا ونشكر إذاعة عنابة على هذا التنظيم. آآ سحشركم نفس عنا بكل وكل الحضور. آآ نشكر في آآ سيد مدينة محبوبة. كل در مطلوبة. وتأمين ما ما لو سي. ومارسي لكم. سلطان هنيئة لكي. هذا عشرين آآ الف دينار مهدد من آآ طرف محبوبة. تسفقة حارة. تسفقة حارة. وهنيئة للفاعزة. الجائزة الثانية دائما نفس المبلغ. من آآ الفاضرات. آآ الفاضرات الفائزة. كده نعشين نجد بين عهاب فينار وشكرا لإداعات عن نابا وصحة فطور آآ ناس عن نابا. تمنا من محبوبة فيفا مول دائما الشركاء دائمين لإداعتي عن نابا. دائما يبقوا معنا هكده. هميئا للفائزين وهميئا لإباعة عنابة على نجاحها في أول تجربة كانت ناجحة وهميئا للفائزين نعود إلى الحفل ما تبقى من برنامج أكيد ما تبقى ونقول إن الحفل يبت على عبر القناة الإلهة من إداعة الجزائر المل عنابة نحييكم منها هنا مازال الحفل متواصل ونعود من النغم الشعبي إلى النغم المال فيه حيث سيطربنا ويضحفنا الفنان غني يعني التعريف ابن هذه المدينة المديفة مدينة سيد إبراهيم بن تومي وابن أحياء حي عتيق وهو لمحة فاللغي غوز سيد إبراهيم كلها أحياء عتيقة حي لكلون أخرجت فنانين وأخرجت يعني كانت إطارات من تلك الأزقة الشعبية من بينهم الفنان التي تتلمذ على يد المرحوم حسان العنابي إنه الفنان إذن قبل الفنان لابد أن نقول كلمات حق المصرح الجعوي عزي المجموين حي المدير حي كل الطاقم التقليل الطاقم التقليل يصهر على نجاح هذا الحفل نعم كما تفضلت رئيس فرقة الأمير لي ألملوف الفنان القدير محبوب جماهير عنابة واحد من الفنانين المعروفين هو أستاذ في الطربية الموسيقية في التعليم المتوسط خرج للتقاعد ولكن يبقى فنان كبير له شعبية كبيرة وهو حضور كمكفف وكبير في الإعراس والأفراح العنابية وهناه الفنان القديم ياسين عشوري الله قل لي يحبي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر